كنيسة هي المسيح ندخل إليها فيصير في وصقنا بسم الأب والابن روح القدس لله الواحد أمين حلقة جديدة من برنامج كنيسة الحلقة اللي فاتت شفنا تأسيس الكنيسة كان بيبدأ دايما بالرسل وكان مهما كان في إيمان بالمسيح في المدن كان لابد أن يرسل أحد الرسل يؤسس كنيسة ليه بقى؟ قلت لكم علشان سلطان الكنيسة هو سلطان الأسرار والمعمودين اللي بيها بيخلص واللي بيها بيسلموا الإيمان المسلم مظبوط القرن الأول الكنيسة كانت سنة سبعين لحد سنة سبعين كان في قرشاليم لسه فيه الكنيسة موجودة في قرشاليم وهنشوف كمان شوية اللي حصل إيه لكن المهم أني الكنيسة كانت بتواجه اليهود اللي اتأثروا جدا سنة سبعين بهدم الهيكل ليه بقى؟ أصلا هدم الهيكل ده معناه إيه؟ معناه ما فيه الزبايح معناه ما فيهش كهنوت معناها إيه كمان؟ معناها أني كل الكلام بتاع العهد القديم اللي فيه بقى طقوس وأعياد وفيه أمور مرتبطة بمغفرة الخطايا وخلص ما فيهش ما بقاش فيه يهودية ومن هنا بقى اتدى يحصل شيء جديد في البداية وقت السيد المسيح لما كان على بيواجههم والكنيسة لحد سنة السبعين كان اليهود مين بقى؟ فريسيين اللي احنا شفناهم في صراعهم مع السيد المسيح اللي هما كانوا متمسكين جدا اللي هما كانوا اللي هم كده تعليم متشددة جدا وكتب اللي هما بينسخوا النموس واللي برضو بيحافظوا عن نموس وصدقيين دي جماعة انحرفت شويتين في الإيمان اللي كانوا بيقولوا ما فيش حاجة اسمها حياة تانية ولا أبدية ولا كلام من ده ولا قيامة أكساد وجماعة بقى سياسية اسمهم الغيوريين دولا كانوا ليهم كده بعض السلوكيات العنيفة وجماعة تانية بقى اسمهم الأسينيين الأسينيين دولا جماعة بيعملوا ليهم كده مجتمع وحده بس ليهم بعض الأفكار الصوفية إلى حد كبير وكانوا ليهم بعض السلوكيات الاجتماعية المغلقة يعني كانوا يجمعوا في أماكن صغيرة ويعيشوا في حياة شركة ويعتزلوا في البراري بس يعملوا مجتمعات ليهم لكن بعد هدم هيكا الأرشالين بقى ابتدى ابتدهم يبقى عندهم مشكلة لا فرسيين بقى ولا صدقيين ولا حتى يهود بقى اليهودية بقت مجرد بعض الأفكار والكل مشتت يعني قبل سنة السبعين كان كل يهودي لازم يروح زي ما شفتوا في الأعياد التقوص اليهودية ويقدموا زبايح طب هنعملوا بعد ما تهدم الهيكل وما قدروش بقى يتحركوا لبنى الهيكل تاني لحد النهاردة متخيلين؟ يعني قربنا على ألفين سنة لشوية لأن دي من علامات النهاية لحد أما جي واحد اسمه يوحنا الرابي رابي يعني رابوني معلم زي ما مجدلية كانت تقوله فالرابي يعني المعلم الكبير ودي كانت درجة زي درجات العلمية اليهودية اللي بيها يعني يؤخذ بكلامه وده عمل مدرسة اسمها مدرسة بن زكاي وكانوا معهم مجموعة كبيرة من الربين أو المعلمين سنة تسعين بقى ميلادية عملوا حاجة غريبة هيك الأورشالين متهد وبتالى التشتيت وهتشوفوا كمان بعد فترة قليلة الرومان هيتردوا اليهود خالص من أورشالين وهيجي في القارن التاني الهدريان يقول ما تعتبهاش كمان يعني عملوا أكاديمية اسمها أكاديمية تيفنا وقالوا إيه بقى حطوا فتوى قالوا بدل الزبائح سنقيم صلوات وجابوا التوراة وعملوا زي نموذج تاني للعبادة اليهودية ما في هالزبائح وقالوا سيكون الربيين في المجامع اليهودية بدل الكهنة بصوا طولي طب بس ربنا ما قالش كده أقول لكم لا ما القصة بقى خلاص فرطت منهم يعني هما استنوا الإله إسرائيل يتحرك يعني لما حصل هد الهيكل الأول ربنا أرسل أنبياء قال لهم إثبتوا هاجي مرة تاني وقال لهم هيتبني الهيكل المرة دي ما قالش كده خالص ليه؟ لأن ما فيش خلاص انتهى عصر النبوة وأصبح عصر المسيح هما لسه ما فهموش القصة دي فقالوا سيكون بديل الكهنوت الربيين وانتشروا الربيين بقى في كل مجتمعات اليهود هم اللي بيفتوا وخدوا مجموعة صلوات يقولوها صباحية ومسائية وبيجتمع يوم السبت وقالوا هنعتمد على التوراه كقراءة وتفسير في التقوص اللي من ضمن المدرسة دي حفيد غمالاقيل غمالاقيل اللي هو معلم بولس الرسول في اليهودية حفيده كان من ضمن الحاجات دي وابتدوا يوجهوا المسيحية بكل عنف جماعة الربيين دي حتى ان في صلواتهم كانوا بيحطوا لعنة على ربنا يسوع المسيح وعلى المسيحيين بيلعنوا يعني في صلواتهم اللي بيقولوها كانوا بيلعنوا المسيحيين وقف قدامهم لفظ ابن الله ومفهوم المسيح اللي في مخهم عن المسيح اللي بيكرس به الرسل بالرغم من اني كان النبوات بتتكلم على ابن الله زي ما قال في امثال تلاتين تمانية ما اسمه وما اسم ابنه انعرفت بتكلم على الله وزي ما اتقال في في المزامير الاية اللي قالها ربنا يسوع اليهود قال الرب لرب يجلس عن يمين انت ابني وانا اليوم ولدتك فالكنيسة ابتدت علشان تكرس بقى بفكر واضح وقوي ابتدت تستخدم مصطلحات لهوتية في كل الكرازة اللي من ضمنها بقى الكنيسة بتتكلم على الاله المتجسد اللي قال عنه ماريوحانا في انجيل سنة تسعين اللوغس اللي هو اول لفظ استخدم بقى استخدمته الكنيسة في كرازتها بالمسيح الفاظ غير يهودية فابتدى في العصر ده بقى عصر رسل يستخدموا الفاظ يونانية في الايمان المسيحي اللي من ضمنها زي ما شفته ماريوحانا كرز صراحة كده باللوغس هيجي ماريوحانا يقول انجيل ربنا يا سوى المسيح ابن الله لكن هيكرزوا كمان بلفظ تاني في اليوناني اسمه هيبوستاتس وهيبوستاتس ده لفظ يوناني من مقطعين هيبو يعني تحت واستاتس يعني قائم فالترجمة الحرفية اللي هو شايل من تحت يعني اللي هو ايه برضو اللي هو لا يقوم الكيان بدونه يعني اللفظ بقى ترجمته السريعة الذي لا يقوم الكيان بدونه اللي الكلمة دي بقى في السوريان ايه اقنوم اللي احنا بقى بنقولها كتير اللي بنقول الله الكلمة الاقنوم ونقول ربنا يا سوى المسيح الاقنوم الكلمة ونقول ان السلوس القدوس جوهر واحد في تلت اقنيم جوهر واحد بليون يعني اوسية الكيان نفسه الطبيعة نفسه اه للأسف في بعض الذين يعني بيقدموا ايمان في بعض الامور اللي ممكن تبقى مش مظبوطة بيتكلموا عن لفظ اقنوم يترجموها شخص فيبقى ايه بقى تلت اشخاص مش مظبوط لفظ اقنوم يترجم في اليوناني بلفظ ادق من كلمة شخص اللي هو ايه طبيعة مش اخصنة تقول ليه ده اقول لكم طبعا ده تفرق كتير يعني ايه طبيعة مش اخصنة بصوا تخيل لما اقول ايه ان الله تلت اقنيم لو الاقنوم معناها شخص يبقى باقولت انا ايه الله تلت اشخاص وقعنا بقى بدعة لكن لما يبقى الاقنوم ترجمته طبيعة مش اخصنة فنقول ايه الله طبيعة مش اخصنة تلاتة طبيعة مش اخصنة اللي هي مش اخصنة اللي هي ايه اللي هي اللي هو زي ما هيبوستاس بقى اللي هو ايه بقى اللي هو بدونها لا يقوم الكيان فيه تلت تلت اقانين بدونها لا يكون الطبيعة الالهية اللي هي زي ما قلتلكون طبيعة المشخصنة فكلمة اقنوم او اللي هي الهيبوستاس اللي هي الطبيعة المشخصنة اللي هو القاب والاب والروح القدس الكنيسة حراكت بقى بمفاهيم واضحة مفاهيم واضحة يعني الكلام ده مش مش واحد من الاباء الرسل قال هنقول كده والتاني قال كده لا لا ده التعليم واضح اللي لما كانوا ربنا يسوع المسيح قال لهم اذهب وتلميزه وعمده باسم الاب والابن وروح القدس كان لازم يتسئل هو مين الاب من الابن من الروح القدس فخرجت الاباء الرسل في القرن الاول ده بقى بالمفاهيم واضحة اللي لما جاه بعد كده هرتقات كتيرة الاباء قالوا لا ما استلمناش ده اللي هو ايه ده مفاهيم واضحة محددة ابتدت الكنيسة تتحرك وزي ما شفته كرزوا في عالم في العالم كله لما خرجوا بقى من الى انطاقية وابتدت المشاكل تظهر كانت المشكلة الكبيرة اللي واضحة قدامهم لان الكرازة في البداية كانت بتبقى عند اليهود الكرازة في البداية يهودية يعني كان يروح بوله السرسول يروح ليش معنى يروح مجمع اليهود ليش معنى مجمع اليهود الاسهل انك تقول لهم النبوات دي اشعية من القرن التاني قبل الميلاد بيقول ايه وضل عذراء تحبل بيقول ايه الولد لنا ولد بيقول ايه اشعية تلاتة وخمسين انه بجرحه شوفينا اذا فين ده تعالوا بقى نأكد لكم اني مولود العذراء هو ربنا يسوع المسيح انه بجرحه شوفينا لما اتصلب انه يولد لنا ولد ابنا الها الها ليه لانه عمل معجزات لانه قوم اموات لانه هو نفسه قوم الاموات فيؤمنوا ولما بيبقى فيه كيان بقى اسمه مسيحي في المكان منه تنتشر الكرازة لباقي المدن لكن وجهه مشاكل كتيرة جدا مع اليهود بقى ايه بقى المشاكل بداية اليهود المتمسك قوي امن بالمسيح لكن ما عندوش قلبي يقول ايه طب والحالة نسبتها دي يعني فبتدوا يعملوا ايه يقولوا ايه يقولوا طب هو مش المسيح قال ما جئت لانقض بل اكمل طب ما ايه رأيكم ما نحافظ على الاتنين مع بعض والحقيقة ان كان في بعض الاباء الرسل عندهم الفكر ده بيميلوا للفكرة دي وفي بعض الاباء الرسل زي ماري بوترس بولوس الرسول يقول له يعني كده مرة كده انه وبخته لانه كان ملوما ليه بقى لانه مشي مع الفكر اليهودي ده في اماكن وقال لهم او مالو يعني لكن يقول كده بولوس الرسول في غلطية اتنين اربعة لكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفية اخوة كذبة ايه هما بيقول انهم مسيحيين من اصل يهودي لكن هما مش عايزين ما يبقوش يهود الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح اللي هو ايه ان خلاص قد اكمل ما جئت الان قد بل اكمل بس هو اكمل خلاص ما ينفعش يرجع تاني لما هو ناقص لكي يستعبدونا الذين لم ندعن لهم بالخضوع ما وفقناش ولا ساعة ليبقى عندكم حق الانجيل يقول في اعمال خمستاشر يقول المجموعة دي كانوا من من اصول يهودية فرسية فقالوا ينبغي ان يختاتن المسيحي وكانوا يوصوا بان يحفظنا موس موسى كلان ده في اعمال خمسة خمسة بول السرطول قال لا الكلام ده ما ينفعش وقعد يعلم ضد الكلام ده فابتدت ابتدت الكنايز يبقى فيها فكر غريب ناس تقول لازم يختاتن المسيحي زي ما يهودي ولازم نحافظ على يوم السبت وناس تقول لا احنا بقنا مسيحيين خلاص فحصل بقى ايه بقى مجمع في ارشاليم مجمع ارشاليم ده سنة خمسين اجتمع الاباء التلاميذ والرسل وابتدوا يدرسوا الامور وفي النهاية اجتمعوا على انهم يقولوا يقولوا كده قرر مجمع كده قد سمعنا ان اناسا في اعمال خمسة خمسة وعشرين خارجين من عندنا ازعجوكم يعني ناس من ارشاليم راحوا عندكم ازعجوكم باقوال قائلين ان تختتنوا وتحفظوا الناموس الذي نحن لم نأمرهم رأينا وقد صرنا بنفس واحدة يعني كنيسة واحدة خلي بالكم بنفس واحدة بين قدسين بقى الذين لهم نفس الفكر نفس الايمان نفس واحدة ان اختار رجليني نرسلهما اليكما مع حبيبنا برنابا وبولس رجليني قد بزل انفسهما لاجل اسم الرب ياسوع المسيح قالوا ايه بقى قد رأى الروح القدس ونحن تقول لي لا ربنا ياسوع المسيح قال لهم لا هم قال ايه ده اقول لكم احنا متفقين ان في وحدة العمل والسيد المسيح في يحنى 14 قال لهم يأخذ مليه ويخبركم رأى الروح القدس ونحن قال لها نضع عليكم ثقلا اكثر من هذا الاشياء من هذه الاشياء الواجبة ان تمتنوا عما ذبح الاصنام من الدم المخنوق والزنة التي ان حفظتم انفسكم منها نعمة تفعلونا كونوا معافين اه بس خلي بالكم ده بجانب الامان المسيحي يعني وكان المجمع برياسة ماريا عقوب اخ الرب لكن مش دي بس الحاجة الوحيدة اللي اليهود عملوا فيها قلق عملوا حاجة تانية بقى وللأسف لحد النهار ده بقى مش قادرين يتنازلوا عنها ده حتر التلاميذ لما المسيح قبل ما يصعد جات لهم الفكرة دي اللي هو ايه بقى الوطن اليهودي ورشالين الهيكل قبل ما يصعد السيد المسيح سألوه التلاميذ سؤال مهم قالوله في هذا الوقت ترد الملك لبان اسرائيل وقالوله والمسيح لسه على الارض طب ايه ده هيتبني امتى الكلام ده وبعدين اليهود يهود لما دخلوا الكنيسة بقى ودرسوا الاقوال والنبوات لقوا في سفر الرؤية اية جات على هواهم اللي هو ايه بقى الاية دي اللي هي بتقول انه ان ربنا ربنا يا سوء المسيح هيجي ويملك الف سنة وهيكون الشيطان وقتها مقيد وقالوا اذا في ملكوت اهو ملكوت للمسيح الملكوت ده ملكوت حقيقي على الارض وهيكون الف سنة هو ده بقى الوطن اليهودي وهو ده اللي هيحصل ان ييجي المسيح بس هما مسيحيين فقالوا طب ومالوا يتبني الهيكل في قرشاليم وييجي المسيح المنتظر بقى ويرجع الوطن اليهودي وتبقى في مملكة للمسيح الف سنة والملكوت ده اسمه بقى ايه نسميه ايه ده بقى ملكوت الفي الكلام ده ظهر في ايام الرسل حتى اني بصوا بولوس الرسول يقول ايه في تسالونيك التانية اتنين واحد نسألكم ايه اخوة من جهة مجيء ربانا يسوع المسيح واكتماعنا اليه لا تتزعزعوا سريعا عن ذهناكم ولا ترتعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأن المسيح قد حضر لا يخدعنكم احد على طريقة ما محدش يلعب في دماغكم يعني لانه لا يأتي ان لا بيأتي الافتداد اولا ويستعلن انسان الخطيئة ابن الهلاك المقاومة المرتفع على كل ما يودع الها حتى انه يجلس في هيكل الله نظهر النفسه كالله تقولي من هم عوائزين ايه بقى اقول لكم بصوا الملكوت معنى ايه كلمة ملكوت هو ايه الله يملك وده تم ازاي هو الملكوت امتى تكسر لما الانسان اخطأ طب ازاي رجع تاني لما المسيح المسيح فدانا يعني الملكوت كان ايه كان بالصليب اذا الملكوت هو الصليب طيب لما يقولوا بقى الملكوت الف سنة هل حد يوافع على ان الملكوت يبقى الف سنة بس يعني قبل ما ييجي المسيح مفيش ملكوت وبعد المسيح ما فيش ملكوت بعد الالف السنة دي طب المسيح لسه ما جايش بقى عشان يملك يبقى لسه مش في الملكوت والكنيسة دي مش كنيسة تقول لي يقصد ايه اقول لكم المسيح نفسه قالها ملكوت اولادة داخلكم ويقول شاكرين القاب الذي اهلنا لشاركة مراسه القدسين الذي انقصنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته كلام ده في كلوسي واحد اتناشر عشان كده المسيح نفسه قال اني مملكتي مش من العالم فكل من يدعي ان سيأتي المسيح ليملك على الارض ده بيقول كلام ضد المسيحية اصلا تقول لي موضوع انه يقيد الشيطان الف سنة اقول لكم الشيطان مقيد بعمل الصليب الرقم الف ده هو رقم رمزي سيف رؤيك اغلبية الكلام اللي فيه رمز والف ده معناها انه ما لا نهاية لان الصليب يقيد عمل الشيطان نهائيا طول ما انت في الملكوت اما الايه بقى يتفك قد الشيطان في النهاية لان في اخر الايام سيزداد الشر وبالتالي سيزداد الارتداد وبالتالي سيزداد هؤلاء لدينا يخرجون من ملكوت الله وبالتالي يكون بالنسبة لهم الشيطان انحل قيده ليه لنبقاش فيه عمل للصليب لهؤلاء الذين ارتدوا عن الملكوت القضية دي بقى اليهود كانوا عاملين كل شوية طلعوها يعني في القرن الاخر الثاني البابا ديونيسيوس وقف قدامهم وقاوم الهارتاقي يعني بص الرسل قالوا لا القرن الثاني القرن الرابع اخر الرابع قلس فهي مجازية تشير للتغيير الذي يموتون على الخطير والحكم الالفي للمسيح على الارض بدأ فعلا بالمسيح نفسه في الكنيسة والقدسين يحكمون فيها وبعدين حصل بقى حاجة تانية ابتدوا اليهود ينحصر قوتهم من بعد قسطنطين وابتدأ المسيحية تنتشر وهو ما مقدروش يعملوا حاجة لحد أما بعد فترة بقى ابتدت تظهر بعض الجماعات اليهودية الكلام ده في القرن الستاشر اللي هو ايه بقى اليهود انتشر في العالم كله وكان ليهم سطوة مالية يعني بيشتغلوا بالتجارة دايما وفي أوروبا كان ليهم قوة هركزوا في اللي هو البدا جي مارتين لوتر وراح عمل ثورة ضد الكنيسة الكاتوليكة وبعدين راح بابا روما هو كان راهب راهب عندهم عمل ثورة وراح قال انا مؤترض وراح طلع كده 94 اعتراض منهم سياسي ومنهم اجتماعي ومنهم عقيدي ومنهم وغالبتهم على سلطان البابا فالبابا كالعادة يعني بتاعت باباوات الكاتوليك راح بعت له بقى ايه بقى الف خمسونة وعشرين قال له كده قال لي بابا روما على طول انت تستعمل الكنيسة لمصالحك الشخصية وللحاشية المحيطة بيك وانني لن اتخلى عن نضالي ضد ضدك لاصلاح الكنيسة فراح وقتها كان اسمه البابا ليه العاشر قال له انت مهضر دمك الكنيسة الكاتوليك كانت بتهدى الدم يعني اهضره دم علماء واهضره دم فلاسفة ومفكر ده كتير يعني فراح هيعمل ايه بقى هذا الرجل الذي يطلق عليه مصلح كان في الفترة دي بقى في جماعات يهودية ليهم سطوة كبيرة سياسية ومالية فراحوا راح لهم وكتب كتاب في منطها الخطورة اسمه ايه اسمه المسيح ولد يهوديا الكتاب ده تكتب سنة 1523 قال في ايه بقى الكتاب ده قال ان اليهود هم ابناء الله بالحق وان المسيحيون غرباء وعليهم ان يرضوا بان يكونوا كالكلاب التي تأكل من فتات موائد اسيادها اللي هما اليهود تقول لد قال كده ليه اقول لكم علشان يضمن ان اليهود يسندوه وابتدت بقى لوثر مع اليهود يعملوا زي كده بداية فكرة جديدة في اوروبا في نهاية القرن الستاشر طلت حركة اسمهم البوريتانيون او المطهرون او الاطهر دول قالوا ايه بقى قالوا لابد ان تقام الدولة اليهودية دولا مسيحيين واكتاحوا اوروبا وكانوا يليهم كده مظهر طقوي يعني اطقية كده بس هما بروتوستانت قالوا ايه بقى قالوا يجب ان تبنى يبنى هيكا الارشاليم وان يعود اليهود الى وطنهم حتى نهيئ الى مجيء المسيح والملك الالفي ومن هنا ابتدت تطلع بقى الصهيونية المسيحية في اوروبا الكلام ده في القرن ايه بقى نهاية الستاشر على نص السبعتاشر طلعت جماعة تانية اسمهم ايه الماسونية الماسونية هي جماعة كلت ماسونية يعني بناء ودي جماعة ابتدت تفكر فكرة في منطقة الخطورة قالت ايه قالت هو احنا عايزين لما المسيح ييجي مش بنقول هيملك طب هيملك على ايه على الارض طب احنا هنهيقلوا بقى الموضوع ده او هما بيهيقوا الفكرة دي يعني ايه يملك على الارض هي الارض فيها مين فيها فئتين حكام ومحكمين ناس تمس معاها سلطة وشعب قالوا رائع ابتدوا يشتغلوا بقى على القصة دي من القرن السبعتاشر وبداية التمنتاشر هما كان ليهم ابتدوا يسيطروا اقتصاديا حطوا ايدهم على غالبية بنوك اوروبا وبعدين هيبتدوا بقى بالفلوس يسيطروا على الرؤساء وهتشوفوا كمان شوية طب والشعوب ابتدوا يتجروا في المخدرات وينشروا المخدرات في العالم كله حتى يغيب العالم وابتدوا يعملوا بعض الامور اللي بيها يخلوا الناس ما تبقاش دينيين يعني ايه يعني يكسروا الديانات ليه برضو علشان يهيئوا العالم لدين واحد دين عالمي جديد يكون الاله العظيم ثم هو الاعلى وكل واحد بقى مش متمسك بدين وبعدين يعلنوا المسيى المنتظر في قرشاليم يملك على الارض على الكيان اللي هم عملوا في العالم الجديد ده بقى فخلاص يبقى قدل الاله وقدل المسيى والناس كلها تقول امين وامطيع لحطين بقى بالفلوس رؤساء تباحهم وعملوا وهيئوا الشعوب كمان للفكرة دي موضوع خطير اسمعوا اللي جاي التنوريين في اوروبا غالبتهم السونية الشعار اللي عملوه شعار الثورة الفرنسية اللي اكتاح اوروبا كلها وكان دموي لان هذه المنظمات دموية بيقالوا ايه يعني ايه العدالة المساواة الاخاء الحرية الاخاء شعار قوي ورائع اكتاح اوروبا زي يعيش حرية مش عارفها دا الاجتماعي اكتاح اوروبا بس الكلام ده هما نفسهم قالوا احنا عملنا ده شعارات لكن الهدف الاصلي ايه سيطر على الشعوب بدليل انه لا كانت لا حرية ولا اخاء ولا مساواة ميت سنة في فرنسا دم ودبح دبح لا قضاء ولا حاجة مش كده وبس دفعوا مليون سترليني لنابوليون عشان يكتاح العالم وهم اللي دفعوا العالم لحرب العالمية الاولى والتانية في وابتدى سيودور هيرتزل انهم يقول يلا بقى احنا بعد الحرب قبل الحرب العالمية اه بعد الحرب العالمية الاولى يلا الوقت دلوقتي متاح نبني وطن يهود ودخل وعملوا وعد بلفور قلت سنة وسبعت عشر وبعدين حرب تمانية واربعين وسبعة وستين عشان يبتدوا يعملوا بقى وطن ويبنوا الهيكل 1880 ريجان قال جملة مهمة قال الله بارك امريكا لان امريكا باركة اليهود وبوش وهو بيحارب في الخليج قال اني انفذ ارارة الرب وفي حخام يهودي اسمه مناحم سيمون يقول زي حركة حياة اليهودية سنة 1890 يقول ان ازمة الخليج تشكل مقدمة لمجيء المسيح المنتظر سنة 1977 في مفسر بروتستانتي والاسف في كتير بيقروله اسمه بيلي جرهام قال كده قال ان يوم مجدو مجدو دي اللي هي معرقة هرمجدون على المشارف وان العالم يتحرك بسرعة نحو معرقة مجدو وان الجيل الحالي هو اخر جيل في التاريخ وان هذه المعركة ستقع في الشرق الاوسط وبعدها سيأتي المسيح المنتظر احنا بنتكلم في منظمة سيطرت على العالم كله علشان تعمل ايه الفكرة للكنيسة الاولى كانت بتقول مش حصلة اصلا خلي بالكم قلتلكم ان الكنيسة بتعمل خط خلاصي لكن فيه شغل شطان بيحاول ان يهدم عمل المسيح وبيحاول ان هو يدخل الافكار مش مزبوطة للأسف الايام دي في كم فاعليات عالية حتى يتم هذا المخطط دين عالمي جديد اله واحد مفيش بقى عقائد ولا اديان وهذا تهييق لمجيء المسيح المنتظر حسب رغيتهم لالهنا كل مهد كرام الالو كنيستي هي احضان المسيح وهذا هو سر فرحنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا